اشتركوا في القناة 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 شوف هنانا سدكتا، ده نحط له O-A ويتا، ده نحط له E-A باللفظ، نفس اللفظين لفظاً بس بالعملاء، الكتاب هنان حط O-A هنان حط E-A زين التيتش، طبعاً الويت ينتظر الناد اللي ينتظر الناس من يطلبون الطعام ويقدم لهم الطعام نمبر ثري، تيتش، يعلم تيتشا، معلم تيتشا، معلم هذني وظائف الموجودات احنا بالكتاب باس درايف رح يصير درايفا باس درايفا هي أصلاً لدرايف يسوق منتهية بحرف E احنا اش سوينا منتهية بحرف E فما يحتاج نضيف E أخرى فبس نضيف R درايفا انجينيا انجينيا اللي هي انجين المحرك انجين محرك او يصلح ايش بيها هاي الانجين بس اضطلها E R صحية بيها اصلاً E بس تعتبر حالتها خاصة فنضيف لها E R بعد اضافة لل E الموجودة عندك فام اللي هي يزرع يحرف فارما فارما مزارع اضفت لها E R اي تي بروغرامة اي تي بروغرامة اللي هو مبرمج التكنولوجيا المعلومات بروغرامة بوحدها برنامج لحد ال M تخلص منها الضطيف في ال E R لان الحرف الصحيح قبل حرف علا راح يضاعف راح يصير M مرتين وحط اياه IT بروغرامة number 8 shop assistant هاي حالة اخرى ما نضيف E R هالمرة راح نضيف A N T تحول الفعل الى اسم ضفنا ل A N T shop assistant والاخيرة nurse هاي عصلاً مو اضافة هاي هي كلمة بس هما مقططعين معده هذن الحرفين ريدوك تكتب الملأمالتها الصحيح هسا اتا المفروض قبل ما انا حل الكياتة كان تروح تراجعة وتشوف نفسك وتعرف لا 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 ترى ما بيش شي سهل هذا يعتبر مهم انا اعتبره بعض الصح ما نزل النموذج روزاري بس هاني اعتبره مهم احتمال يجيك بسؤال الاملاء سؤال اضافات اللي هو دائماً يكون السؤال قبل الاخير يطوك مثال مثلاً wait wait اضفت لها E teach شا اضيف لها اما اضيف لها E او مثلا drive هي بها E فشا سوي لها drive بس اضيف لها A تحويل الفعل الى فاعل زينا هسا التمرين البعدة نفس الصفحة نفس الصفحة بس بها A و B انا حبيت اقسمها الى sortian على موضع تركزون اكثر ومنش رح التمرين هسا بي يقولك look at the example باوع على المثال هذا المثال المحلول write sentences اكتب جمل for each picture لكل صورة اكتب جمل كل وحدة بيها ثلاث جمل رح نكتبها لكل صورة is he a waiter هل هذا هاي الوظيفة هذا الشخص اللي يعمل به هاي الوظيفة هل هو النادل wait no he isn't كلا هو ليس a waiter هو ليس نادل لعتهو شنو وظيفته he is a doctor he is a doctor المطلوب تسأل باستخدام verb to be is والآم والآر وتجاوب بنفي باستخدامها ايضا وبعدين تجاوب بالمثبت وتختصر المثبت مختصر زين راح نستخدم هن الhe والشي والذي وبعدين هننرجع على الhe الhe تاخذ is المفروض القاعدة تعرفوها بس مراجعة سريعة الhe تاخذ is مناتري تسأل بها رح يصير is he نقدم الفعل المساعدة على الفعل بالاخير عام تستفهم مناريد نفيها is تاخذ note مناريد نختصر is والnote نصير isn't الhe تاخذ is من اله تختصر هصير is زين هسه هو الشان يحتي ده يحتي على الويت هسه لازم عرف ترفع المساعدة والضمار ما الفعل هن هن هنا الشي هم تاخذ is إذا هل تسأل فأقدم is على الشي وأكمل الباقي أنا تستفهم بالأخير زين الزي ايش تاخذ تاخذ R وهسه رح نجيها بالنسبة لهن قلنا الأفعال المساعدة ال is وال R الموجودات هنا بهالتمرين ويامن ال is ويال هي والشي ال R ويالذي بقتلنا شغلة هم لازم تعرفوها ال a والان ال a وهي الكلمات تبدي بحرف صحيح صوت صحيح بحرف علا صوت علا زين الأولى هسا افتهمناها نوبة تسأل نوبة تنفي جوابك نوبة جاوب مثبت يعني استفهامية من فيه ومثبته ثلاثة جمال لازم تكون رح نجي يستعالها number two شي يريد معنده يقولك is she a nurse هل هي ممرضة ش رح تجاوب لازم تنفي هالمرة نفس المثال على نفس الشو رح تمشي عليها no she isn't a nurse كلها هي ليست ممرضة نفس السياق ما لذيتش مشيت عليها بس هنالا لان نداحش على ابنية فقلت عليها she لان مؤنثة المهنة اللي رح ننفيها nurse اكيد مو nurse هي اذا تشوفها هي شايلة يامها نفط فهي اكيد engineer رح تشتغل بال مهندسة نفط هي ش رح تجاوب عليها اقول she is اختصار مال she is she is an engineer هي مهندسة ليش حطيت on ليش ما حطيت ايه مثل ذني لان دا تبدي حرف علة صوت علة engineer ثانية زين البعض number three شي قل لك ذول اثنيا طبع هناك لانه واحد هو مفرد وغائب ان ياكم دا نسولف عليها فنقول عليها هي هنا لان هي ابنية وحدة ومفرد وتعتبر غائبة لان ان ات دا نسولف عليها فقلنا عليها شي هنا س ذول اثنيا بالانجليزي تجمع عدهم من اثنيا وفوق اثنيا واكثر اقول عليهم they لانهما غائب هماتين احنا دا نحكي عليهم انا وياكم دا حكي عليهم اش راح اقول عليهم اصار دا اسأل اول شي لازم نسأل اش اسأل وياهم اقول is لا خطأ لازم شا اقول are are they farmers بكيفك اي وظيفة تحطها بس انا فتش عجبني كتبت farmers are they farmers هل هؤلاء مزارعين اللي يشوفوا عمبالها دا يحرث مزارع اذا اش راح اقول هس no جواب لازم استبيل من في no they aren't are ويا نوت صير aren't no they aren't farmers ذولي ليسوا مزارعين زين احنا قبل شوية مستحطينا اه ويتا اه دكتا اه نار on engineer هالمرة farmers ليش محطيت لها a lo on ما ينحط لها لن هاي اسم جمع الاسم الجمع ماياخذ a و on ok they challenge كان اسم مفرد ويعتبر نكره فنحط a on اسم جمع ما حط لا a ولا on الجواب المثبت اللي راح نجاوب ه راح نبطي وظيفتهم الحقيقية اللي مناسبة للصورة they are builders هم شنو عمال ما البناء builders they وال are ومن اختصر اصير they are builders they are builders هسه هذا المبرمج ما الحاسبات قاعد على الحاسب اذا هو it programmer انا ارد اسأل علي اسأل بسؤال حتى يكون خطأ فرح اسأل اي هل هو معلم is he ويال ه اخلي is لان ده اسأل فقط من الفيلم مساعد على الفاعل is he a teacher من ارد اجاوب على ه سؤال بادي بفعل مساعد لازم اجاوب no yes no احنا طبعا هاي معلومة خاطئ فرح نجاوها بالno ايش رح اقول no he isn't a teacher كلا هو ليس معلم اذا هو شنو وظيفته حقيقية هسا رح احطي الجملة المثبتة he is an it programmer هو مبرمج حاسبات حطيت on ليش لان مفرد ونكرة وبادي بصوت حرف علة he is اختصار he is اتهى التمرين حلو سهل ما بيش هذا التمرين انا اعتبر ايضا مهم c يقول find the mistakes اجد اوجد الاخطاء بكل جملة اكو خطأ circle حط دوارة them او ما رح دوارة عليهم مو تلقى خطأ بالجملة حط دوار عليهم وش تسوي لبعدي and write the sentences correctly وعيد كتابة الجمل صحح الجمل عندك الجملة رح تلقاها نقراها اذا خطأ بيها شو رح يستوي تأشر المرة على الخطأ حط دوار على الخطأ بعدين عيد كتابة الجملة بالطريقة الصحيحة والصحيح الخطأ زين كم خطأ بكل جملة اكو اكو خطأ واحد يقول there is one mistake in each sentence اكو خطأ واحد بكل جملة خطأ واحد هذا طبعا اعتبره مهم ليش مثل نفس الفكرة ما تأكو بالمنهج السابق كانت تجي بسؤال correct و incorrect صح و خطأ هسا خنحلة بعدين اذكر بي يقولك number one i have two cousin انا عندي اثنين ابن عم باسم اند هبة زين اولاد العم هنا ورا to بالانجليزي من تحط عدد رقم لازم ورا اسم جمع اكيد ما يصير يعني تحط رقم والاسم مفرد يبقى اذن هنا الخطأ ما قالتنا شنو ما هاي الجملة ال cousin لازم بيها اس جمع اش رح اصويل لها احطي الدوارة عليها شون رح اكتب رح اكتب i انقل have two انقل ال cousin انقل بس احط لها s i have two cousins فارزة باسم and هبة نفس نقلت اذن الخطأ هنا بس كانت s نقص حطيت s جمع ليش لان اكو عدد رقم ورا two يجي لان صار هي بالانجليزي من الاثنين واكثر يصير جمع اذا هاي صارت اسم جمع لازم يصير ده احسب هنا number two يقول no he isn't on dekta احنا ما اخذين شلون نحط the a on dekta ده تبدي بحرف d يصير رحط لها on اكيد خطأ هذا الخطأ مات اكستطر رح لازم شو يصير a dekta الباقي كله ينقل زين بالامتحان مثلا شون تجي بالامتحان بالامتحان تجي هي الجملة ويقولوا لك اكتب no correct no incorrect تكتب كلمة correct اذا صحيح الجملة استمثلا هاي هاي تعتبر صحيح المات لان كاتب هاي تعتبر خطأ اذا جدت بالامتحان هي شي عدلة ما بها شي تكتب عليها نجي بالامتحان ببكالوريا العام هاي شرح نقول علي no نفسها he نفسها isn't نفسها بس الان سويتها a dekta نفسها خوش no he isn't a dekta number three يقول لك I has an aunt and an uncle اني عدي امتلك عم وعم او خال وخال زين هاي شنو الخطأ بيها من اكتشف يا شاطر احسنتم I بالمضارع البسيط يجي ورها فعل مجرد اللي هو have have هاي الhas خطأ هاي نأشرها وراح نصحح صارت I have الباقي كلها نقالته نفسها بالأحمر number four I have شوفها المركات بيها صحيحة a brother with a sister يقول اني عندي اخ واخ زين انت من تريد اتعدد وتقول عدي كذا وكذا هست أنت أنت أنكل أنت لازم تحط أنت ما يصور تحط with إذن الجملة كلها صحيحة ما عدل الwith لازم تصير أنت أنت هذه عدلناها number five my brother name is خالد أردأ قول اسم أخويا هو خالد زين هذا الاسم يعني شينو تملك إلي فاش أقول علي لازم حطل S تملك مصحيح إذن الخطأ ما أت هنا بس S تملك my brothers brothers حطل S تملك name is خالد كله عنقلة I I lives نفس الكلام هستونا مقلنا I has خطأ لازم صور I have I lives هم خطأ لازم شو صير I live with my family in Baghdad I live التمرين هذا قلت لكم مهم نفس فكرة سؤال في المنهج السابق كانت الإجابة عنه correct إذا جملة صحيحة مثل ما ساني كاتب صحيحة incorrect مثل ما هو الكتاب أصلا كاتب خطأ incorrect نقول نفس الكلمة العكس ما لازم نحط لها in بعد نقط رح نشوف هنا عم دفهم مع التمرين الأخير يقول number 7 my brother is old than me أخوية أكبر من عندي من أقارن بيني وبين شخص آخر أو بيني يعني شخصين لازم أحط للصفة أحط لها er هذا موضوع بصف رابع بتدائي موجود إذا صار نا وقت إن شاء الله هم راجع لكم إياه وإذا صار مطلوب من عيد كم هسه هنا مو كل ش مطلوب يعني يعتبر بس أن لازم فاهم الفكرة بس شنو منو يعني نضيف er وهي شي بعد إذا صار مهم أشرح لكم إياه إن شاء الله هي فكرتها أن الصفة تحط لها er إذا رد تتقارن بين الثنين تحط لها est إذا رد تتفضل واحد على مجموعة هسه إذن هاي الخطأ مات هش نية بس أحط old أحط لها older أحط الر لأن أقارن أخويا ويايا أخويا أقول شبي صفة أكبر من عندي my brother is older than me الأخيرة my cousin has 13 أردأ أقول عمر بن عمي 13 ما يصير تقول عدة 13 هاي 13 شنو راح تطلع مثلا 13 تفوحة عدة ما يصير بالسنين لازم تقول تحط is وام وار ويا الفاعل يعني ش راح يصير my cousin يعتبر مفرد نعوض عنه بالهيف حط is my cousin is 13 بن عمي هو عمره 13 سنة is الخطأ هنا is work with a partner اعمل ويا زميلك قاعد بصفك بالرحلة ش تسوي سوي تقول say the correct sentences وحشي وتكلم وقل على الجملة الصحيحة هس احنا مو صحح احنا هن فتش يسوي هو كل واحد يحل النفس ورا هاي يقارن جوابه ويا صديقه وش يقول يقول number one رقم واحد الجواب الصحيح مات ورا ما صححت رح تقراها صديقك وتقرال الجواب الصحيح ش تقول لها الجملة الصحيحة لازم تكون هي شي i have two cousins باسم and heba ش رح يقول لك هو حل نفس حلك اذا حل نفس حلك وثنان حلكم صح فش رح يقول لك i agree اي اي انا اوافقك نعم هنا انتهي الفيديو اتمنى استفاديتو لا تنسون المشاركة نسأل الله القبول نسألكم ادعاء تحياتي لكم مع السلامة